اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل مع بعض النهاردة وردة طريقتها سهلة وبسيطة للمقتدئين نعمل الدايرة السحرية بعد كده بنشتغل سلسلة كونيت معي حلقة هشتغل جوه الحلقة دي سبع غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع هقفل الدايرة السحرية هروح عند اول غرزة حشو عملتها وادخل فيها وعمل غرزة منزلقة سبع غرزة حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع هشتغل تلاتة سلسلة هلف الخيط على الابرة هدخل في نفس المكان هشتغل في غرزة حشو هشتغل في غرزة حشو هشتغل سلسلتين هلف الخيط على الابرة هروح للغرزة اللي بعديها واشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة مش كاملين انا بدخل واسحب الخيط وبالف الخيط وباطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة كمان غرزة عمود بلفة مش كاملة بدخل جوه الغرزة وباسحب الخيط وباطلع من حلقتين بيبقى معي ثلاث حلقات على الابرة بلف الخيط وباطلع من الثلاث حلقات مع بعض وبعد كده باشتغل سلسلتين بروح للغرزة اللي بعديها على طول واشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة مش كاملة كون معي ثلاث حلقات بلف الخيط وباطلع من الثلاث حلقات مع بعض باشتغل zasلسلتين بروح للغرزة اللي بعديها على طول بشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة مش كاملة بشتغل السلسلتين وبرح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة مش كاملة سلسلتين بشتغل في الغرزة اللي بعدها على طول اثنين غرزة عمود بلفها مش كاملة بشتغل سلسلتين وبروح للغرزة اللي بعدها وبشتغل فيها اثنين غرزة عمود بلفها مش كاملة وبالفي الخيط وبطلب من الثلاث حلقات مع بعض بعد كده هشتغل سلسلتين وهاروح للثلاث سلسل الارتفاع اللي كنت باشتغلهم هسيبهم وهروح لغرزة العمود بلفها وهاشتغل فيها غرزة منزلقة انا هنا اشتغلت في غرزة العمود بلفها لان انا كنت بعمل في كل غرزة اثنين غرزة عمود بلفها مش كاملة هنا لما اشتغل في غرزة انا في اول غرزة ارتفعت تلاتة سلسلة واشتغلت غرزة عمود بلفها عادية لما اقفل بمنزلقة هتكون معي شباهم ان هي غرزة عمود بثنين لفها مش كاملة بعمود بلفها عادية مش كاملة بعد كده هروح لفراغ الاتنين سلسلة اللي بعدي ده وهاشتغل فيه غرزة منزلقة اشتغل ارتفع خمسة سلسلة هلف الخيط تلات مرات على الابرة وهاشتغل في نفس الفراغ تلاتة غرزة عمود بثلاتة لفها كده اول عمود بثلاتة لفها كده تلات عمود بثلاتة لفها كده تلات عمود بثلاتة لفها لبارتفعت خمسة سلسلة واشتغلت تلاتة غرزة عمود بثلاتة لفها بعد كده اشتغل خمسة سلسلة وفي نفس المكان فراغ الاتنين سلسلة هدخل وعمل فيه غرزة منزلقة بعد كده اشتغل اتنين سلسلة وهروح للفراغ الاتنين سلسلة اللي بعدي ده على طول واشتغل فيه غرزة منزلقة بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهشتغل تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة في نفس الفراغ واحد كده اثنين كده تلاتة بعد كده هشتغل خمسة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة وهدخل في نفس المكان واشتغل غرزة مونزالكو بعد كده هشتغل اثنين سلسلة واروح لفراغ الاثنين سلسلة اللي بعديه واشتغل غرزة مونزالكو وبكرر بنفس الطريقة ان انا بارتفع خمسة سلسلة وبدخل في نفس المكان وعمل فيه تلاتة غرزة عمود بتلاتة لفة كده اول عمود كده تاني عمود كده تلات عمود وبعد كده بارتفع خمسة سلسلة وبشتغل في نفس الفراغ غرزة مونزالكو وبعد كده بشتغل سلسلتين وبنتقل للفراغ الاثنين سلسلة اللي بعديه على طوله بعمل غرزة مونزالكو وبكرر بنفس الطريقة كده لحد ما وصل لنهاية الدور انا معي سبع فراغات هيكون معي سبع ورقات شجرة اعملت تلاتة هامل اربعة كمان وهرجع لكم ووصلت لنهاية الدور واشتغلت في اخر فراغ اتنين سلسلة ارتفعت خمسة سلسلة تلات عمود بتلاتة لفة خمسة سلسلة تلاتي اشتغل اتنين سلسلة اللي هما بيشتغلهم بين البتلة والتانية واروها اقفل ومنزالكو في اول غرزة هنا في اول بتلة عملتها من تحت وبرتفع وبقص الخيط الزيادة كونت معي وردة بالشكل ده كده ممكن استخدمها واحدة مفرش ممكن نعملها وردة زين بيه اي حاجة وردة جديدة مميزة اذا اعجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك واشتراك في القناة